الموضوع اللي يشغل بالمغاربة الان هو الصليخه القدير في الاساسي ده ما يمكنك تدخل شي مجمع ولا تدخل شي ريزو وما تلقاش النقاش على هذا الموضوع بالسبب ماذا؟ بالسبب العناد للوزير التعليم ساعد أمزازي الذي ترتب عنه يعني إخراج الاساسي ده إلى الاحتجاج إلى الشارع يعني لا يخلو أسبوع بدون أن يشجل المغرب وقفة أو إضرابا الإحصاء اللي درناه هو أنه من يناير 2021 إلى الآن يعني تم تشجيل 30 وقفة احتجاجية وإضراب في قطاع التعليم وهذا الشيء كان عنده عكاس خطير جدا على 8 مليون دي التلاميذ اللي ضاعوا في الحق ديالهم في إكمال المقرر لأنه كان واحد الغلاب زمني يفترض ذلك المقرر يتدرس في ذلك الغلاب الزمني لكن تحرموه بسبب هذه الإضرابات علما أنه في الكونفين من الأول ضاعوا الداري بسبب الأعطاب والفشل للمسألة دي التعلم عن البعد وبدل أن الحكومة يعني الدارك يعني ما ضاع نحن الآن كالقوا يعني الفاتورة يعني جد باهضة بسبب العناد دي الوزير التعليم والأخطر من هذا هو أن هذا الموضوع عنده فاتورة أخرى اللي توحد ما كيتكلم عليها حيث هذه الاحتجاجات تطلب يعني غسيل الفندق سيتمشي لله في لله هذه الاحتجاجات تتم الفضل دياله سيتطلبوا تسخير واحد القوى العمومية وهذه القوى العمومية سيتقاملين أننا كمغربة بـ 500 درهم النهار يعني كصص وضراكي أو مخزني أو بوليسي أو رجل سلطة سيتخلص الدولة 500 درهم الخزينة العامة على كل واحد فيها تعويضات دي الساعة الإضافية دياله وفيها الليصانس وفيها المأكل وفيها المصاريف المصاحبة لفضل وقفات والتجمعات والاحتجاجات ولا عرفنا 30 وقفة احتجاجية وما تطلبه من تسخير للقوى العمومية من يناير إلى الآن يعني هذه العناد ديالوزير التعليم ترتبع عنه إهضار 500 مليون دياله برهم فقط لفضل توقف الوقفات الاحتجاجية ديالرجال التعليم أما إذا حسبنا منهار تعين وزير أمزازي في يناير 2018 إلى الآن غلقوا بأننا خسرنا 150 مليار ديال السنتيم فقط لفضل تجمعات وفضل وقفات الاحتجاجية ديالرجال التعليم والخطير في الأمر أن الحكومة ديالنا يعني ما عندهاش داكيرة وحتى إن كانت لديها داكيرة في الدكيرة متقوبة لأنه عرب الأمس الاحتجاجات ديالحسيمة يعني طلبت منها تسخير قوى عمومية اللي أنفقنا عليها لفضل هذه الاحتجاجات ديالحسيمة 240 مليار ديالسنتيم وللأسف الشديد الحكومة بدل أن تستخلص الدروس إذا بالسيناريو يتكرر الآن مع أمزازي في قطاع تعليم علاش؟ حيث هذا الوزير منهار جا الباب ديالبي دياله مع مرة حل إذا مشينا قلبنا ودينا معنا البيدوزو لليقين بأننا غلقوا القرنين النيضاء في الباب دياله وغلقوا الخز نيد في الباب دياله لأنه لم يستقبل منذ فورير 2019 الجوديبيان من فورير 2019 لم يفتح الوزير مكتب بابه لإستقبال نقابات أو استقبال تنسيقيات ديال الأساسدة للجلوس إلى طاولات الحوار للبحث عن حلول ترضي الأطراف كاملة حيث بالحوار كان حلول المشاكين لم يشي بالعناد ولم يشي بالجبل حيث عندما يشي بالجبل الفاكسورو يؤديه 8 مليون ديال التلاميذ وكان يؤديه إحنا كمغاربة بالضرائب ديالنا اللي كان يشي بالخوة الخاوي علاش؟ حيث نحن في دولة للمحاسبة ولمسألة وهذا والسؤال الكبير اللي كي تطرح شكو اللي تحميها للوزير الأمزازي اللي ينضي بالقطاع ديال التعليم للحافة وهنا يعني كنذكره بأنه جميع القطاعات لا في المغرب ولا غيره في المشاكل ولكن يعني زروا مشكلة كنعرف جلنا ولكي احنا كنطلبوا من هذا الوزير الأمزازي يجاوبنا على واحد لذات المشاكل يحلنا المشكلة الأول هو أن امتحنت على الأبواب كيفاش هدراري 8 مليون غاد يستدركوا مضاعة منهم من الحق في المقرر ثم المشكلة الثانية اللي يحلو وهو هدل الأساسدة سوى دل تعاقود سوى الأطارة الإدارة التربوية سوى الأساسدة في الزنزانة السعود سوى المربيات سوى الملحق الإداريين والتقنيين إلى آخر يعني ذلك القنابي اللي عنده هو في الوزارة كيفاش يديزامور سيها كلها أو أغلبها ثم المشكلة الثالثة هدراري 150 مليار دل سنتيم اللي يخسر نحنا من أجل يفضل جمعات والوقع فتح جديد التعليم شكل غاد يرجع لنا ويعوضنا فيها